اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اثنين عند بيع اي بضاعة يتم فتح حساب مستقل للمبيعاء ويجعل مدينة بقيمة البضاعة يقولوا لا غلط مبيعات ده حسب داين يجعل داينة طبعا ايه ابناءنا مهنة فني كاتب حسابات فاهمين الكلام ده كويس قوي مبيعات ده حسب داين على طول يجعل مدينة خطأ يبقى مدينة بقيمة البضاعة خطأ الصح دائنا تلاتة تعتمد المعالجة المحاسبية لمصرفات البيع على الاتفاق بين البيع والمشتري العبارة صحيحة اربعة الخصم التجاري لا يسجل في الدفاتر العبارة صح خمسة توفير البيانات من اهمية ابحاث السوق صح ستة ابحاث السوق اولية فقط لا خطأ سبعة تحليل البيانات من خطوات اجراء السوق صح تمانية التسوق الرقمي يتميز بانقاص التكلفة والاعلان صح تسعة مرحلة التأييد من طرق الترويج لمنتج جديد صح عشرة ابحاث السوق هي عملية جمع وتحليل وتفسير المعلومات عن السوق العبارة صحيحة نجل السؤال الثاني احنا في المرفق رقم اربعة اتمن العبارات الاتية واحد عند طلب استرجاع منتج فانه يخضع لعملية فحص من قبل ادارة الشركة اتنين التسليم محل البائع يقوم المشتري بتحمل نقل البضائع الى مخازنه تلاتة يتم اثبات المبيعات بعد طرح الخصم التجاري وهو لا يسجل فيه الدفاتر اربعة ابحاث السوق الاولية هي ابحاث تقوم بتجمعها بنفسك او بتوظيف شخص ما خمسة التسوق الرقمي يساعد فيه استهداف العملاء بشكل اكثر دقة ستة في مرحلة التأييد يكون العميل نفسه وسيلة من وسائل الترويج مستمرين معكم في استكمال باقي مرفق اربعة طيب ما زلنا في السؤال الثاني اكمل رقم سبعة الاعلانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي من اهم طرق الترويج الالكتروني تمانية ابحاث السوق اداء لجمع معلومات يتم جمعة وتنظمة من اطراف اخرى تسعة تحديد الهدف من خطوات اجراء ابحاث السوق عشرة اذا تمت الموافقة على الارجاع سيتم ارجاع اموالك بالطريقة التي تم الدفع بها خلال كام عشرين يوم عمل انتهينا من السؤال الثاني اكمل نجي للسؤال الثالث والاخير في مرفق اربعة اختار الاجابة الصحيحة واحد يمنح الخص نقل للعميل للتشجيع على سرعة السداد سرعة السداد يدفع بسرعة تاخد خصم نقدي يبقى يمنح الخصم النقدي كذب للتجاري الكمية جميع سوال النقدي اثنين من الاخطاء الشائعة اثناء دراسة السوق استخدام المحوص الثانوية فقط والاعتماد على اراء المقربين لديك ايوه النقطتين دولي يبقى لسنين فقط ثلاثة في مرحلة نقط يكون العمل على وعي بالمنتج نفسه في مرحلة ايه الوعي ولا التحول ولا الاعتبار ولا الولاء لا في مرحلة الاعتبار اربعة نقطت هي الادارة التي تعني بامداد العميل بالمعلومات وتلقي استفساراتهم الادارة التي تعني بامداد العميل بالمعلومات وتلقي استفساراتهم هل هي المبيعات المباشرة ولا التروج عن طريق العلاقات العامة ولا الترويج عن طريق عروض البيع ولا لا شيء مما سبق لا بقولوا الترويج عن طريق العلاقات العامة هي الإدارة التي تعنى أو تعني بإمداد العميل بالمعلومات وتلقي استفساراتهم خمسة التسويق عبر صفحات الويب من هام طرق الترويج الإيه كلنا نعرف إن الالكتروني الويب الالكتروني وللتقليدي ولا العادي ولا الالكتروني ولا شيء مما سبق لا الالكتروني ستة يمكنك استرجاع واستبدال المنتجات إذا كان المنتج به إبقى إمتى ترجع المنتج لو فيه كسر يرجع خلل أيوة يرجع غير مطابق للمواصفات يرجع إبقى جميع ما سبق سبعة يقصد بالبضاعة إيه تعريف البضاعة أنها السلعة التي تحصل علي المنتجة بغرض إيه بغرض إعادة بحة أنا شرع عشان نرجع لبيع ونحق أرباح إبقى عادة البيع أو إعادة الشراء أو الإسنين معنا لشيء ما سبق لا إعادة البيع تمانية إسألنا من إيه في المرفق اللي فات أو في المرفق ده السؤال الأول عند بيع أي بضاعة يتم فتح حساب للمبيعات يجعل إيه دائنا تمام تسعة وديه خدنا قبل كده الخصم التجاري لا يسجل في الدفاتر خصم التجاري عشرة تحليل السوق يعرفها وقموس الأعمال بأنه إيه أداة لتقييم السوق إبقى تحليل السوق قموس الأعمال بيعرفوا أنه إيه أداة لتقييم الإيه السوق بكده نكون أنهينا حل مرفق رقم أربعة كان معكم الأستاذ حسن حسن برمو كبير المعلمين مواد تجارية بمدرسة إدكو التجارية محافظة البحيرة بموجه أول محاسبة سابق لو أعجبوك الفيديو أعملوا أي حاجة أعملوا لايك سبسكرايب شير أي حاجة تعجبوا وعملوها نترككم في معاية الله وأمنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة